اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اما الجلسة التانية كانت جلسة علمية بامتياز حيث تميزت بمداخلات غنية بمعارفها سلطت الضوء على جوانب المعتمة في هذه الاشكالية اشكالية المصطرة الغيابية المداخلة الاولى كانت للاستاذ احمد المسموكي الوكيل العام للملك لمحكمة السيناء بخربة حول الطعم في القرار الجنائي وآثاره والمداخلة التانية كانت للدكتور الحقوقي الأستاذ عبدالرحيم بحار قال التحقيق باستئنافية بني ملال حول المصطرة الغيابية من خلال قرارات محكمة النقد ومداخلة الدكتور عمر كاسي رئيس غرفة بمحكمة السيناء بستات تطرقت الى اشكالات العملية للمصطرة الغيابية أخيرا واخذت مولاي الحسن الراجي عضو مجلس هيئة المحامين بمراكش حول المصطرة الغيابية في خطايا الاحداث وهكذا انتقل الجو العام لغرفة التجارة والخدمات بخريبة مقر الندوة الى مناقشات بعد جوانب هذه الاشكالية من طرف متدخلين باحثين وخبراء ومتمين بالشأن القضائي وهكذا انتقل الجو العام لغرفة التجارة والخدمات بخريبة مقر الندوة الى مناقشات بعد جوانب هذه الاشكالية المصطرة الغيابية من المصطر الغيابية من طرف متدخلين باحثين خبراء ومتمين بالشأن القضائي ليزدر السيطار على اشغال هذه الندوة في جو حميمي يسوده ساده التآخي والتضامن والحوار بين مكونات جسم العدالة بهذه الدائرة الدائرة القضائية بخريبة المصطر الغيابية المصطر الغيابية المصطر الغيابية المصطر الغيابية